طبعا العميد خالد عكواشا رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ماذا يعني ادراج اولا حسم كانت مدرجة من قبل ولاية سينة كانت مدرجة كأنصار بيت المقدس اشرح لنا بالضبط قيمة ما حدث وقيمة هذا التطور يعني في البداية انا بشكر حضرتك وبقدم لك تحية واجبة الحقيقة على مقدمة متميزة جدا يعني زاخرة بالمعلومات وتحليل في غاية الاهمية حضرتك حطيتي حزمة من المعلومات وثيقة الصلة وشديدة الارتباط بهذه الواقعة المهمة وهي ادراج حركة حسم او تنظيم حسم الارهابي الضراع المسلح لجماعة الاخوان المسلمين وولاية سينة وايضا القياديين يحيى موسى وعلاق السماح انا بشكر حضرتك وبحييك على مقدمة ممتازة ومتميزة كالعادة الحقيقة ويعني لو رجعنا الاهمية وحضرتك حطيتي بعض من النقاط حول اهمية هذا الادراج من الممكن ان نضيف عليه ان هذه القائمة هي اهم قائمة على المستوى الدولي قائمة الولايات المتحدة الامريكية باعتبار ان هي بتخضع الحقيقة لعملية تطقيق ومراجعات وتثبت على درجة عالية جدا من الشفافية والدقة والتثبت من كل المعلومات اللي موجودة فيها ولا تدرج دولة او كيان ارهابي ولا اشخاص الا لما بيكون لدى السلطات الامريكية تتعامل بشفافية كاملة زي ما حضيك حتى اشارتي منذ قليل الامر ليس خاصا لا بجماعة الاخوان ولا باشخاص بعينهم بقدر ما هو خاص بكل من ينتهك القواعد القانونية في الدول التي يتواجد فيها وايضا القواعد القانون الدولي لذلك الامر ممتد من اول جماعات في شرق اسيا وصولا لحزب اللال مؤخرا في نفس التقرير جماعة الحوثي انصار بيت المقدس لواء الثورة حسم غيره ان لم تكن هناك ادلة ثبوتية حقيقية لا يتم الادراج ولذلك تنظر كل الدول على المستوى الدولي لهذا التقرير باعتباره هو الاهم وهو الارفع مستوى وايضا بيتم توزيعه اولا نشره على المواقع الامريكية موقع وزارة الخارجية ووزارة الخزانة وده شكل اضافي من اشكال العمل المؤسسي والمتكامل ان الامر يخضع لدرجتين من التثبت وزارة الخارجية في جزء منها ثم وزارة الخزانة وحضرتك اشارتي الى مسألة تقدمها الى وزارة العدل الامريكية وايضا الى الكونجرس الكونجرس بيروح له ملف شامل لكل هذه المعلومات بتوصية قضائية خارجة من وزارة العدل الامريكية تضع رأيها وتترك الامر خاضع للجان الاستماع ولجان الفحص في الكونجرس عندما يضع الكونجرس توقيعه على هذا الادراج يتم الادراج مباشرة هنا تتحول الامر وكأنه ما يشبه الادراج الدولي خلاص وإحنا بنتكلم على ارفع تقرير ممكن ده بيدي الامر مساحة اعتراف دولي الحقيقة واسعة جدا تستفيد منها بقى اطراف عديدة اولا لو كلمنا على مصر باعتبار ان احنا النهاردة بنتحدث عن تلات ادراجات اتنين تنظيمات ارهابية وواحد لشخصيتين المقام الاول في الاهمية ان مصر لديها كافة الصلاحيات لمتابعتهم وملاحقتهم في كل مكان في العالم لان كل دول العالم بتعتبرهم منظمات ارهابية وممكن ان تستند مصر على هذا الادراج وهي بتتتبع هذه العناصر عندما تمت الاشارة الى تركيا واقامتهم في دولة تركيا الحقيقة يعني انا بشوف ان ده على قدر عالي من الاهمية وبيبعث رسائل ربما نتحدث عنها لاحقا لكن ده بيعطي لمصر الحق مرة اخرى للمطالبة بتسلمهم لخضوعهم الى القضاء المصري كي يمثلوا ويبدأوا في مباشرة محاكمتهم في القضايا المتهمين فيها ويعاد الاحكام الصادرة ضدهم وفق القانون المصري بتعادل محاكمة اللي هما متهمين في القضايا الخاصة بها واللي شفنا منذ دقائق اعترافات للمتهمين في قضايا قدلوا بأدوار لكل الشخصيتين هنا برضو مصر بتستفيد من شرعية دولية دي اخر نقطة في شرعية دولية النهاردة في الحرب المصرية التي تخضها على التنظيمات الارهابية في الشك في دوت ودي احدى الخطوات اللي مصر كانت بتقابل فيها جدليات الحقيقة ونقاش لم يكن على الوجه الذي يرح نحن جميعا كرأي عام مصري النهاردة بهذا الاصدار الامريكي اعتقد بان اوضاع كتير جدا اعتقد بان اتصحة ترجمة نانسي قنقر